بس في الوداية انا همني بشكل شخصي وانا ادري ان السور الثالث انهدم في السبعة وخمسين صحيح انا بدي عرف انت شفتها وتذكرة ايه طبعا رحت لا يعني شفتها ايه فور شور يعني لا لساة كان عمره سبعتاش ثمانتاش سنة تذكرة وكبير كان ولا شون ممكن توصفه لا هو شوف يعني ما في شك السور من طين وادوبي طين ويت واكل كل ما طاق مضر و عندك السافي تكود حوالي فااا نهايته اه تآكل الجزء الاكبر منه ما عاد يعني الغرض اللي انشئ من اجله ما عاده موجود وتقدر انت ابهوز بالفعل بهوز تقدر تذوق ترشها نوبة يعني أصبح بسوه ما في شك يعني كان رمز رمز يعني كل الكويتيين كل الكويتيين يعني توحدوا تحت راية وحدة حتى نبني السور وندفع عن عن الكويت يعني لاحظ أنه أولا الكويتيين بحارة بيوم وليلة أنت تطلب منهم أن يصيرون بنايين وبدون تدريب يعني أنا سميت العمل العظيم يعني في كتابي لأن المقاييس لما أي أنا شوف المواد اللي استعملت مواد بدائية جدا جدا هي وشبل وسلة ماكو شي ثاني اتي يعني ما عندك أنت معدات مثل تراكترز مثل كرينات مثل هذا الآن أنت قاعد تبني سور ارتفاعها حوالي أربعة متار وفيه طبعا اللي نسميها الغورة اللي هي التور اللي تشرف على هذي في عندك نوعين ستة وعشرين صغار وخمسة كبار وتالي عندك البوابات أربعة بوابات هذولا أرفع يعني حوالي بالأخير يوصل حوالي ثمان أمتار ارتفاعهم فعندك أنت السور حوالي أربعة وذولا متفارق شوية الارتفاع زين الآن أنت وصلت حين هذا السور التشوين اللي تتيب من هالماية وتيب الطين وتيب الجبس بهالصوب هني تبي تنقله إلى السور إلى داخل أنت هني لما لما أول قاعدت تبني السور ما عندك مشكلة صار عندك أنت متر وصلت متر ونصف زين الحين إذا بنيت هالشي عندك المساح لازم تمسح هذا لازم تشيب هذا يا أم أنك أنت تخلي فتحات يروحون منها وهذا طبعا يعطل العمل ويخلق فواصل اللي نسمى ميكول جوينز هذا يعني فواصل باردة اللي لو صار أي شيء هني المكان الأضعف نقطة هذي هذي تصير هني لابد أنك أنت تبني سآيل وسآلة يعني ما كانت متوفرة بذاك الوقت أو بالشكل اللي الآن نشوفها تحطها هني وحتى تناول الناس العمال اللي يشتغلون داخل داخل فعندك عمال يشتغلون داخل السور وعمال يشتغلون بر بر السور فعملية بالفعل معقدة تيب لك الصخر الصخر موين تيبه تيبه من عشارج عشارج لما تثبر الماية تروح الماية أيون أي المحمل تشالة تسميها هذي آآ هذولا كل تشالة عليها ستة شخص تقريبا هذولا ينظرون لما تثبر الماية لما تروح الماية أيون يكسرون في الأرضية مات البحر يكسرون ويكودونها أوكي وبعدين يحملونها على التشالة ويرجعون إلى الفرضة يعني النقعة هي من الفرضة وينزلون هذولا ما يقدر يروح مرة ثانية لأنها ورد يضعفها ست يعني عندك أنت كل ست ساعات عندك ثبر وعندك سجي صح وينطر الماية ممتها يعني ممكن تكون الفير ممكن تكون الظهر ممكن هذا تعتمد فهذولا تصور يعني يبون الصخر ويكودونها عند عند النقعة وتالي تكرم الحميرة تشيلة تودي إلى السور حين انت لاحظ من خلي نقول انت قصر السيف وتبي تودي عند حديقة الشهيد ومشي هذا ما فيه يعني ما عندك انت سيارات تنقل ولا أنا عندك نساف ولا عندك لا كله ازين يبت هال الحمير ازين العلف ما لهال الحمير الماي والماي مع الناس اللي تشتغل عليك الأكل يعني أنا حاولت بقدر الإمكان يعني أجتهد وأشوف شنو اللي اللي كان يعني كانوا يحتاجون أنا أنا الآن أنا عطيت أه وأتمنت مبلغ معين هو شن اللي صار أه سالم مبارك عين أه أحمد الحميري وقال حق أحمد الحميري اختار لك انت التيم اللي اللي تساعدك حتى تبنون هالسور أه الحميري حمد الحميري اختار أه حمد المشعان الخضير أه محمد حمد العتيجي أه علي معرفي محمد علي معرفي وعبد الله الحاجري هذولا كل واحد منهم كلف في عملية انت اه حق التشوين تيب لي المواد اللي هذا انت العمالة انت للتشطيب انت ليش هذا أنا هذا أنا يعني تفسيري لها من قيمة الفلوس اللي نعطت يعني نعطها اه حمد الخالد نعطها ستة وسبعين ألف ربية في البداية إذن لازم وهو يشتري المواد يجهز المواد يرتب في عبد الله الحاجري نعطها خمستأش أو سبعتأش ألف ربية بالأخير إذن هو يعني تعامل مع التشطيب أوكي انسوا فهذا يعني طبعا تفسيري أنا يعني و ميك سنس يعني أنا شحقة ما أعطيك انتهى الكثر إذا إذا هو مو محتاجة يعني السور كلف 188 ألف ربية ذاك الوقت تقريبا ذاك الوقت يعني لو انت قلت الربية أو هذا هي الدينار 13 ربية قول 10 ربيات يطلع عندك 18 ألف دينار ذاك الوقت لما انت تتقيس القسيمة بخمسمية ربية عفوا بخمسين ربية قسيمة قسيمة تعطيك الدولة قسيمة تروح تشتريها في البلدية بخمسين ربية فلاحظ يعني انت الفرق الفرق ف السور انبنى انبنى بثلاث تشهر خلال ثلاث تشهر أو شهر رمضان كان شهر رمضان 18 خمسة 18 خمسة عز الحر عز القيض ايه فتصور يعني انك انت اتخلصه اتخلصه بثلاث تشهر يعني مخلصه بالمعنى انه تقدر تستفيد بنا او يقدر يحمي الكويت يمكن التشطيبات النهائية ما خلصت هالباب ما الداخل ماذا وهالمساح هني مكامل هالأرضية مو هذا بس المهم انه انه يعني يقدر يؤدي الغرض اللي اللي انشئ من من اجله يعني والدليل انه طبعا صارت معركة الجهرة بعدين وهذه موضوع موضوعها اخر بس يعني السور قدر يحمي بالفعل يحمي الكويت و سالم المبارك يعني في البداية ما استعان في الانجليز معنى معنى عندك انت عندك اتفاق اتفاقية معهم صار وهم ملزمين انه انه يدافعون عنك انه هم باتفاقية الحماية بالمفروض بسه ما ما رضى في البداية فلما صارت الاعتداء مرة ثانية يعني الى سبع وعشرين وضر انه اه ما كان موجود توفه باثنين وعشرين يعني سالم مبارك ضرينا يعني هو اه معركة الجهرة طبعا كان موجود وطلب يعني يعني يفعل الحماية اه مع مع البازيطانيين وانقذت اه الكويت يعني